موسيقى عغير موجة موسيقى موسيقى لأنهم ما بيشبهوا حدا وبيختلفوا عن غيرهم بالفن والأدب هنه عغير موجة موسيقى حلقة جديدة من عغير موجة بتطلع عليكم مستمعين عبر أثير صوت لبنان ضيف اليوم الماسترو بارغيف تسلا كيان عم بيمثل كرة للفيحاء موسيقى لأن الفيحاء مش بس رصاص وتفجيرات صار إلى صوتي عبر عن هويتها الحقيقية صوت المدينة اللي بتجمع كل الطوايف والألوان صوت المدينة اللي عمره ألاف سنين من الحضارة والثقافة موسيقى كرال الفيحاء جوءا ارتبط اسمها باسم ترابلوس وتحولت من الالفين وثلاثة سنة تأسيسة إلى الوجه الجميل لعاصمة الشمال تعتمد كرال الفيحاء على تقنية الأكابيلا أو الغناء من دون إلات موسيقية أما عناصرها البشرية فهن الماسترو بارغيف تسلا كيان ونحو أربعين منشد ومنشدة من طرابلوس وضواحيها بانتماءات هون المختلفة بيجتمعوا بحنجرة وحدة تصدح بأغنيات من التراث اللبناني والسوري والعراقي والمصري إضافة إلى أعمال باللغات الأرمانية والفرنسية والإنجليزية وغيرها وعرفت كرال الفيحاء أيضا بأداء المميز للترانيم المسيحية والأدعي الإسلامية بمناسبات عديدة بالألفين وسبعة نيلت كرال الفيحاء جائزتي أفضل جوءة وأفضل مايسترو بمهرجين وارثو الدولي للغناء الجماعي انطلقت الجوءة من المدينة الشمالية الصغيرة إلى العالمية فجيلت بعواصم العالم وغنت على أهم المسارح اللغة اللي بتفهم كل الشعوب لغة المسيئة الرائية والملتزمة الغضب الصاطع آدم بجياد الرحمة آدم الغضب الصاطع آدم بجياد الرحمة آدم وسيحزم وجه القوة سيحزم وجه القوة هالمايسترو بارغاف تسلك يوم برحب فيك من جديد حضرتك اليوم معنا تتحكينا أكتر عن هالتجربة المميزة والفريدة من نوعها باللبنان ويمكن بالعالم العربي كرال الفيحاء كيف ولدت الفكرة بداية الأرمن وقت اللي إيجوا تهجروا من الأرمينيا على لبنان بأوائل قرن العشرين حتى قبل كمان جابوا معهم هيدا النوع من الفن يعني كان فيه كرالات أكابيلا بالكناس وبرنات الكناس أنا ما بتذكر حياتي من دون كرال أو تاريخنا من دون كرال كان في عندي كرال مع نادي ثقافي همسكاين فرع أنجل فرع باريو سباك بغنوا أغاني أرمانية وضمنه كان عندنا غنيتين عربي لأنه علينا واجبات أن ننشر تراس الأرماني بنفس الوقت كاللبناني ننشر تراس اللبناني أدر الإمكان فرحنا عملنا حفلة بترابلوس سنة الألفين شافوا ناس وضعونا على مباراة بين أحسن كرالات بلبنان لو ما رحنا ما كانوا أعرفوا أنه نحنا موجودين ونحنا ما كنا يمكن سمعنا لأنه نحنا كنا بعنزر سنة الألفين وواحد أخذنا جايزة الأولى فمسلنا لبنان بسنة الألفين واثنان بمهرجان الكرال العربي اللي حصار وكله صار هذا بترابلوس أنا بعتزر إذا بغلبت المؤنس ومذكر ما في مشكل فعرضوا علي نعمل الكرال وبلشنا بلشت الفكرة سنة الألفين وثلاثة حداعش مين عرض علي؟ جانوري بوقتها الجمعية للتشجيع الموسيقى والفنون الجميلة اللي بعدين تغيرت صار جمعية ثقافات بلشنا ببيت الفن لأنه كان رطوبة كتير عطونا مطرح خاص بربطة ثقافية وستغطفونا يعني فتحونا كل المجالات من بعض منا رحنا على البلدية لأنه البلدية بعد سنة دغري تبنونا يعني شايفوا في شي جدي عم بيصير وتبنونا حطوا إيدهم عليه وعطونا مركز خاص بقلب مبنى البلدية وكل شي اللي لازمنا من التليفون والإنترنت والمكاتب وكل شي الحمد لله ضمن البلدية وهيدا كان انطلاقة خاصة بعد 2005 وقت رحنا عورس واخدنا جهزة تاني هيدا البلدية صارت آمن فينا أكتر أنه نحن فعلا أنه قدرين نعمل شي سنة 2007 وقت اللي رحنا رجعنا على وارسو لأنه وارسو يعتبر عاصمة الكورالات الأكابيلا لأنه بولندا ووارسو دول اللي حواليه هنا أقوى دول بهال النمط من الغناء والسهل يوصر ليشاركوا ما بتكلفون كتير مصاري يعني اللي بيشاركوا بيكون كتير كبير العدد أنه جائزة من هونيك يعتبر جائزة فعلا حقيقي وقصدنا وارسو حتى نرجع نروح ناخد جائزة الأولى نحن رحنا لناخد جائزة الأولى لأنه كان عندنا إيمان كبير نقدر نعملها منش لأنه نحن شاطرين كتير لأنه الموسيقى العربية لا يعلق عليه هيدا ساعدتنا كتير هيدا سلاح كتير كبير يعني فينا نعتبر أنه بال2007 تحولته من الحجم المحلي والإطار الديق اللبناني إلى الحجم العالمي مزبوط مزبوط من بعدها فتحت البواب لأنه نحن ما الجائزة يقول لنا ما بيعني لنا شي أنه نحن وصلنا من هالناحية بيعني لنا أنه عالم سمعه وصاروا يدعونا كلمة حفلات طبعنا كتره كلمة مستوانة صار عم بيعلى يعني كتير استفدنا من هالشي مش هين أنه اللبناني تحديدا يتخطى الإطار المحلي ويقدر ينطلق إلى العالمية شو المفتاح شو السر شغل شغل كتير وإيمان بصراحة أنا وشباب والصبايا اللي بيغنوا معي نحن عندنا إيمان كتير كبير نحن منحلم ومن آمن أنه فينا نحقق حلمنا بأشياء كتير بسيطة إذا بتسمحيلي خليني يشرح يعني نحن كل إنسان عنده دماغ معين يعني إذا بتلاحظي الأنبياء الثلاثة هنا من شهر الأوسط يعني إذا هون العلم طلع كل شيء يطلع من هون ليش؟ حتى الحرف لأنه الأربعة فصول هنه متسويين أصلاً لا يكون واحد كتير مرتاح لازم يكون متوازن بجسمه نحن جسمنا أكتر شيء في توازن لأنه الفصول الأربعة متوازنين فبشكل طبيعي نحن صحتنا أحسن والدماغ موجود بجسمنا يعني دماغنا مفروض يشتغل أحسن من الغرب يعني نحن عندنا قدرة أحسن بس هلأ ما بنشتغل كتير هيدا السبب نحن ما فينا ننجح وما بنعمل شغل جماعي كتير نحن ناجحين كأفراد ما ناجحين كمجموعات من هالمنطلق إنه ليش لأ وقت اللي حطوا إيدهم بإيدي وشباب وصبايا وأنه نشتغل ووافقوا معي وإذا بدوا شغل طويل يعني مسامحة لبعض حب لبعض وما ترحب في شغل فيه كتير أغلاط كيف نقدر نتحمل بعض كيف نقدر ما نغلط كتير نصحح خلطنا ونحب بعض ونشتغل كتير بدون توقف نحن بالأعياد ما بناخد إجازات ما بناخد إجازة أبدا 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 شو ما صار وبعدكم بترابلوس رغم كل شي ترابلوس لأنه أريح بصراحة الخلق فن أريح من بيروت حياة بترابلوس أسهل من حياة بيروت ترابلوس بيقولوا عنه بلد الفقير يعني هن مرتحين الشعب أكتر من هون مش عم بحكي أنا أمنيا أمنيا وين ما كان مش مرتحين براسهم مرتحين إيه مرتحين أكتر لأنه واحد بيقدر يعيش بمصروف أقل من بيروت بطبيعة الحال طبعه بيكون شوي صغير غير مثل أولاد ضيعة يعني عايشين بمدينة وشغلة معهم بيكون أسهل من العاصمة هل تقتصر المواهب اللي بتستقبلوها ضمن الكرال على مدينة طرابلوس أم تستقبلوه من غير مناطق لا من وين ما كان فينا نستقبل هو الكرال الشمالي محط في عنا اثنين من بيروت واحد من برش حمود واحدة من عنجر بيطلعوا على التمرينات اليوم بيطلعوا ثلاثة أيام بالجمعة كل مرة ثلاث ساعات ونص نتمرن نحنا كل خميس جبعة صبت من ساعة ستة لساعة تسعة ونص من دون مؤطعة ما منشتغل إذا عنا حفلة نحنا خميس ساعة اثنين في مطرح قريب في طرابلوس ساعة تسعة مثلا بالليل ساعة ستة عنا تمرين ما في ما منوقف يعني عم تقدر تنقل المثابرة والحلم لا أعضاء الكرال انت معروف عنك انه انت الحالم وانت اللي كلك سمالها حيوية مع انه انت شخص اوتو دي داكت انت تعلمت لوحدك الموسيقى خبرنا أكتر عنك عن بداياتك عن هيدا التجربة اللي ما بتشبه غيره أنا بقول الفقر نعمة أنا خلقت بعنجر ما كان يجيون ولاد أهلي بعد 13 سنة خلقان واسمي باركيف يعني عطلة باي كان عازف باي كان عامل حادث قبل ما أخلق كان نص أخرص هو المرحوم وكان الحياة صعبة جدا انه فقر فقر بالمعنى الكلمي مش فقر بهالأيام فقر كان كتير ما كانوا يبعثوني على أي مسرحية على أي كونسرت على أي حفلة ولا أي شيء لانه ما كان فيه مصاري ما كان معنى نلبس يعني وقت اللي كنت بعزف كنت أكل قتلة من أمي لانه باي كان عنده أكورديون كنت أكل قتلة وما بدك تطلع الموسيقي وكانت معا حقي يعني أيام الفقر ساعدتنا كتير انه نخلق شيء من ما شيء يعني ما كان عنا مصاري لنشتري ألعاب أو شيء كنا نحن نصنع الألعاب مرات نلاقي شريطة مثلا البسكليات طبع باي كنت شيل الدولاب واصنع منه شغلات هيدا بيعلم الإنسان ما يوقف عن الحلم ما يوقف عن الشغل يعني يدير يعمل كل شيء اللي بيراسه وانت كنت عارف من الأول انه الموسيقى هي اللي رح تكون مرجعك لأخي لا لا أبدا أنا ما كنت أحلم كون دكتور بس كنت أعزف أنا وصغير هيدا بعدين لحظت يعني كنت جمع الشباب بعنجر اللي بيعزفوا كلانوه على الألات نعمل فريق ونعمل عفلات كان حمدلل كان عندنا نادي هماس كايين بيعطينا مجلات يعني لنعمل فبعد فترة بالكنيسة كنت أعزف أنا بعدين الخوري طلب مني عيد ميلاد انه طعا مرن الشباب قلت له أنا مرنهم طالما عنا قديس أربع أصوات طالما أنا قدرت أتعلم نوطة ليش ما بعلمهم أربع أصوات قللي لأ تخنقنا أنا ويالت له طيب صوت واحد هو راح أنا بلشت أربع أصوات بيزار في جمعتين ثلاثة كنا حاضرين نوعا ما أربع أصوات ناس سمعوا وقتلي كنت بدي علمهم مفروض حرك إيدي حتى يغنوا وأنا ما كنت وقف الدامون يعني ما كنت فكر فيه إنه ممكن عمل كوندكتينج ما كان عندي حلم هيك دعونا على كان عيد فارتان بعد منا بشاهرين إنه بتغنوا غنيتان قديس فارتان أيوة غننا هالغنيتان أول مرة كنت بوقى في الدام كورال وحتى ما قبل تطلع المسرح لأنه كنت خايف شدان مع أنه قلت نفغ ترومبات وترومبون وهارمونيكا وأكورديون وكل شي خفت كثير من بعض مننا وقتلي نجحنا قلنا ليش ما نعمل حفلة يا شباب ويا الله انت انطلقت حسا هذا من سنة 86 إلى سنة 92 92 وقتلي أرمينيا استقلت بعد استقلال أرمينيا إيجوا ناس من أرمينيا أخيصائيين حتى يشتغلوا بلبنان واحد منهم كان الماسترو هارتون توبيجان وقتلي استلم كورالكوسان ببرش حموت لهاماسكاين وأنا صرت أنزل من بيروت من عنجر لبيروت حتى غني معه وأتعلم كوندكتينج لأنه فتحوا أول صف للكوندكترز لكورالات بلبنان وأنا كنت أول تلميس فست سنين معه مع بروفيسور إيرفانتي إيرغانيان عملت اختصاص لهالمجال بس ما عطوني شهادة لأنه ما معي دوزين بكالوريا حتى ما معي بروفيس مفقر لكن حال الموسيقى مش بحاجة لشهدك الموسيقى بتطلع من الروح ممكن التكنيك كتير مهمة وأنت اليوم أنا عملت اختصاص أنا عملت اختصاص كوندكتينج للكورالات فشيت خلقك بالآخر إيه بعطوني شهادة ما شو بعمل اليوم بالانتقال للكورال الفيحاء كيف تختار المنشدين هل لازم يكونوا أصحاب اختصاص أم الموهبة تكفي لأنه منلاحظ في مستوى عالي جدا من الأداء لما منسمع الألبومات نحن بصراحة مغنيين كورال الفيحاء حكي هيك بكل صراحة نحن نعرف حالنا كأفراد ما بيسو ما بيقدروا يغنوا كأفراد ما بيقدروا لماش عم بيحكي عن سولو يجمعنا صعب كتير إذا واحد بيجي بيشوف بيسمع كيف صوتهم بينصدم إنه كيف بيغنوا هاو نحن نصر مصلحتنا نحن كورال نحن مش مجموعة من المغنيين نحن منغني سوى ونتمرنا كتير صحيح يعني هون بس بدي ألفت نظر للمستمعين إنه هنه ممكن يكونوا أربعين صوت بس نحن عم نسمع صوت واحد عم نحول قد ما فيه أرموني بهالعمل الشغل الكتير اللي بيحاول لوحد الأصوات وأصلا ما فيه صوت موحد لأنه ما فيه حدا بيشبه صوته للآخر فالكورال شغلتهم يحاولوا يوحدوا أصواتهم بس هي ما فيه أصلا بالموسيقى ما فيه شي اسمه مظبوط كمان يعني حتى بلا حدود ما فيه شي اسمه مظبوط معناتها على طول بتكتحول توصل على المظبوط حتى إذا إيجا دخل واحد بنشس ما منقله روح على البيت تنشتغل معه بطرق خاصة هلا فيني اعترف نص الكورال كانوا بنشزوا بلا شو يغنوا بعد شهرين ثلاثة عمل لهم كانوا بيجوا بيعدوا ونعمل لهم تمارين خاصة هلا بيغنوا وانا ما بقطع حدا يعني حرام طالما فيه مجال إذا هو مسابر بيقدر ينطع يطول بارو بيصير عضو الكورال بالآخر بآمن أنه كلهم بيقدروا يغنوا ما فيه حدا ما بيقدر يغنوا انتو كتير محبوبين على الساحة الترابلسية ومعنا عبر الهاتف النائب الدكتور أحمد فتفت اللي هو من أكبر الداعمين والمعجبين بتجربتكن دكتور فتفت مرحبا وأهلا وسهلا فيك ببرنامج عغير موجي عبر صوت لبنان يعطيكم عافية وأنا بدي أتشكري لألك لأنه فعلا هاي مبادرة حلو نحنا منحب دايما هيدا الوجه الحضاري للفيحاء لمدينة ترابلوس يتظهر أكثر بالإعلام يتظهر أنه هيدا الكورال الفيحاء عطيت فعلا حقيقة لوجه ترابلوس والشمال وصلته للعالم كله وعم تغطي على كل ما عم يقال من كلام سوء بحق هذه المدينة ومكل تصرفات الغبير عم تصير بهذه المدينة فعلا بركاه والصبايا والشباب رفعوا اسم لبنان ولكن من سبيل رفعوا كتير اسم ترابلوس والشمال وعادوا للحياة الفعالية يعني يا ريت كل المشهدية ترابلسية تشبه مشهد كرال الفيحاء مجتمعا دكتور فتفت شو الرابط الروح بينك وبين الكرال شو اللي جذبك لها الكرال حقيقة اللي جذبني هايدي الحماسة اللي لقيت عندهم هايدي روح العطاء الكبيرة اللي لقيت عندهم بدون مقابل كلهم متطوعين متبرعين عم يخدموا الفن عم يخدموا الثقافة وهيدا فعلا اللي جذبني بعدين اللي جذبني شغلة كتير كتيرة انه بركاه بيجي من عنجر من اخر لبنان لحتى يهتم بكرال الفيحاء هايدي رسالة لبنانية كتير كبيرة ووصلتنا وصلت الفيحاء للعالم اللي جذبني كمان فعلا انه طور الغناء مش بس يعني انا معلوماتي بثقافتي بموضوع الفن بعيفة ولكن عن طريقته عن طريق القراءات يتبين لي ادي طور هالموضوع لوصل وخص على صعيد العربي ما في كرال بالعالم العربي هيدا مش معروف بالموسيقى الشرقية العربية الكرال وبالتالي قدم خطوة جديدة حتى للثقافة العربية هاي من الرسائل اللي دينا اللي بيرسلها للبنان هيدا اللي بيخلينا نشوف انه هيدا العمل عمل جبار عمل مستمر همشي انه عن يستمر رغم كل الصعوبات اللي صدستو لانه فعلا في ناس مؤمنين فيه وفي ناس بعرفه وبيعرف انه في ناس تلعم الكرال وصاروا بإطالة عمدرسوا الفنون مرحبا مرحبا معاني الوزير مرحبا بلتال اشتقنا لك حتير يعني بصراحة انتو جزء من النجاح بصراحة انا بعترف وين ما نروح نحكي هلا السياسيين منهم محبوبين بهالأيام بس نحنا منقول انا بقدر اعترف يمكن سياسة السياسيين مش محبوب بس السياسيين اذا بيقربوا عليهم وكلهم محبوبين خاصة حضرتك ودولة الرئيس سانيورا اي عنا دعم كامل فينا نقول المعنوي والمادي مش مهم المادة مهم بس مش مهم قد دعم المعنوي المهم كيف المادة بيناعطها كمان مرات يعني تصوروا ده قلت الرئيس سانيورا بيدفع مصاري لحدا تصوروا مراتا هايزة عجيبة ياريت كل الدعم بيروح لهيك نوع من الاعمال وليس دعم للسلاح وللمسلحين هذا معنوي انا بعتبره انه في ناس السياسيين بلبنان بيعرفوا يقدروا هيك نوع من الشيء دكتور فتفت انا بدي اشكرك على هالمداخلة وبيدي اشكرك ايضا على المفاجأة انه حضرتك بعيدا عن هموم السياسي عم بتتابع وتدعم كرال الفيحاء وهيك مستوى من الفن اللبناني بسكلم شكلم يا اهل الارض انتوا ترابا امهل وشعره في اللاحين شوف بالارض رب ترابا ارض اللي اهدا من تحتي يا اهل الارض انتوا ترابا امهل وشعره في اللاحين شوف بالارض انتوا ترابا ارض اللي اهدا من التحتي صوت الحرية عم يندهكن من برج الشمس المطوي حتى عينين السماء تسمعكم هلو صرحات الحرين لا يبقى فقير لا يبقى فقير لا يبقى قوي محطة الضعيف لا حق يموت انهد البيوت يتكسر نوم المساكين محطة الضعيف من برج الشمس المطلق من برج الشمس المطلق لأنهد البيوت مشهر من برج الشمس المطلق لن تقبل لن يبقى فقible زالب لستعبا يلي حاضر إلى جانبكم دايماً بأعمالكم هذا هو جزء من النجاح دكتور إدوار طريقان ونحن شركة بهالنجاح هذا ما بيدري يصنع هذا الشيء شخص واحد مجموعة أشخاص من الموسيقيين المغنيين والدعمين والسياسيين السياسيين على ما يبدو أنتو محظوظين بدعم السياسيين دايماً منلاحظ في أسماء إلى جانبكم مثل الوزير السفضي الرئيس مئاتي طيار المستقبل شو صر هالهجمة السياسية عليكم هالمحبة زي نحن أول شي كورانا فيها كل الأنواع السياسية فينا الانتماءات لبنان وكل واحد حقه ومنحكي سياسة كمان بس ما منطخنا يعني الفرق هون هلا ساقة بتدعمنا 99.9% بس هذا بش معناتها نحنا تابعين لهذا الشيء لا في ناس بيحبوا يدفعوا مركل أن ظهرتوا بمناسبات مرتبطة بأربعة عشر أدار مثل ذكرى الحريرة وذكرى الشهيد جبرانتويني ليش لا مين مش ضد اغتيال الحريرة نحن ما منشارك بأشياء سياسية بس منشارك بأشياء إنسانية ووطنية هيدا ما ما قالوا علاقة بس مش هيدا السبب يعني اللي دفعون إلى لا نحن غنينا بمناسبة تحرير جنوب كمان كتير بس حسب أنا ما عم بلوم ما عم بحكي سياسة ما عم بحكي لليش هداك ما عم بتفحيدها هيك سائبة يعني ما هيك أصدقاءنا أغلبيتهم هن هيك صايرة معنا بس نحنا ما مننتمي لحدا هلأ داعمين الأساسيين لألنا دولة الرئيس نجيم ميئاتي شخصيا مؤسسة صفدي ومن داعمين الأساسيين كمانتين والرئيس حريري مش كطيار مستقبل كفرد كفرد هو من مكتب الحريري مؤسسة حريري من مؤسسة حريري لنا دعم كتير كبير مش بس مادة مادة ما بكافي بس يعني أنا ما بحاجة لمادة إذا ما بيفتحوا لي مجالات مثلا بيفتحوا لنا مجالات بس يكون في مناسبات حكومية إنه يعرفوا نحن بحاجة لنطلع على المسارح كلما نطلع كلما مستوينا بيعنا أكتر بيدعمونا مثلا دكتور أحمد فتفت شو ما منطلب منه دغري من دون تفكير بينفزها أكيد نحن ما منطلب منه إشياء ما بحاجة لأقلة مش ضروري يكون مصاري بس نطلب منه إنه بدنا حفلة فلان مطرح تسهيلات معينة كتير مش تسهيلات حكومية تسهيلات إنه بدنا هيك تحكينا مع فلان بدنا نعمل حفلة فلان مطرح دغري دغري الحمد لله نحن بنعرف إنه ظروف الأمنية بترابلوس مش مضمونة مش بيقيت حدا يعني كل يوم فيه توتر ما حدا بيعرف شو بيصير أنتو تستمروا بالتمرين خلال المتوترة نحن ما منوقف كيف تنعكس عن نفسيات المنشدين صراحة أنتو عم بينعكس عن النفسيات غير ترابلسيين بصراحة ترابلوس فيها مشاكل باعترف بس مش الأدل اللي أنتو تتصوروا الهيئة مشاكل ترابلوس عم منعكس على بيروتيين أكتر من ترابلسية نحن بنسمع مرات في مشاكل في قويس بترابلوس بس ما في شي مرات كتير الإعلاميين الحمد لله في ناس من أمثالك ما بدي أزلوا من الكل إعلاميين بس بيحاولوا ويعطوا صورة البشعة الوجه البشعة يعني في فن وفي نحن ما وقفنا ولا نحار حتى يوم اللي انفجر الانفشارين الجوامع ما وقفنا على التمرين نحن أشتغلنا لأنه من أمن أنه لازم نشتغل يعني ما كان مفوض يصير بس لا تنسوا انفجر غير مطرح كمان مش بس في ترابلوس هيدا عم بين أنكس سلبيا على غير ترابلسيين بصراحة شي مرة صار في خلافات سياسية داخل الكرال وطريت أنك تضبط الأوضاع ولا يخلعوا عنهم كل شي هن وفيتين على التمرين لا 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 ليش ليش انا ضد يخلعوا عنهم كل شي واحد يجب على افتخر بانتمائه برأيه انا حتى بقولهم عندما يسألك أنت مسلم لا تقول لأ. الحمد لله. أنا مسيحي حمد لله. أنا بنتمي لطيار فلان حمد لله. لماذا لا؟ أنه أنت تأمن تكون من طيار مستقبل. تأمن تكون من القوات. لماذا لا؟ بس الفرق أنه نحن ما نآمن أنه الأحزاب معمولة لخدمة البلد. لازم كل واحد بطريقته الخاصة بشغل مع بعض نبني البلد. ما نحن هيك نستمر. ما بيصير عنا خلافات. بالآخر بيعرفوا أنا سأضبط الوضع إذا صار في مشكلة سياسية. بس ما صار قبل هلأ. على كل حال زهرة المدائن يلي قديتوها بطريقة كتير جميلة هي دليل على اللي عم بتقوله. دمشتوا فيها الأنشيد الإسلامية. الأدعية الإسلامية إلى جانب التراتيل المسيحية من ضمن أغنية زهرة المدائن لسيدة فيروز. خبرنا شوي للرحابنة. أكيد يعني للرحابنة والسيدة في الثلاثي الرحباني. خبرنا شوي عن هالعشر دقايق الجميلين جدا. بعد حرب تموز حولنا نبعط رسالة سلام من لبنان إلى العالم. كان الفكرة طلبنا من دكتور إدوار توريجيان حتى يوزع الغنية بتوزيح خاص يكون فيها رسالة. وحمد الله دكتور إدوار اعطانا اللي بدنا إياهنا احنا وبالزيادة كمان. السورة منها المسيحية والإسلام يعني بالآخر كلهم بيصلوا. السلوات كلهم بيلتقوا بيطلعوا عند نفس الإله. حبين نفرجي للعالم أنه نحن حبين نصولي. نحن موحدين. نحن اجتماعيا أنجح من الغرب. نحن عنا الأشياء الأساسية اللي مفروض يكون بالحياة عنا إياه الغرب ما عندهم إياه. بس نحن كمان ما شايفينا هالشي. هذا بده نقاش طويل. فحبين نوصل هالفكرة للعالم. مثلا نحن أجانب متكلين على الأسورانس نحن منتكل على بعض. نحن عنا أمان طبيعي جدا اللي بيريح الإنسان. نحن عايشين سوا بغير مناطق ما عايشين سوا. حبينا نفرجي هالصورة بهالغنية. يعني بفهم منك أنه ما عندك خيبة من لبنان. أنتو مقدرين جدا بالعالم الغربي. أنتو بتضلكون بسفر بالعالم العربي وأيضا بالغرب. بينما بلبنان ما منشوف نفس التأدير. إنما حضرتك ويمكن الكرال ما عندهم هالخيبة من لبنان. تعالوا شو نحن أنا بتمنى يصير أحسن لبنان. مني مرتاح. مني ممسوط من الوضع. بس هيدا مش معناته غير مطرح أحسن. بس أنا تارك الإشياء للسياسين ما بتدخل بالسياس. أحكي عن التعاطي معكم أنتو تحديدا. يعني نحن منلاحز أنه أنتو كتير مقدرين خارجا. أكثر من لبنان. في المقابل هون أقل. بالخليج مثلا الناس بيعرفونا أكثر من لبنان. بأوروبا بيعرفونا أكثر من الخليج حتى. وبالمقابل أنت مصر على البقاء. أكيد. واحد تخلقين بلبنان بيترك لبنان يعني هيدا ما بدو حاكيه أنه مصر. بس فنك بره عمي النظر له بطريقة أفضل. ليش لا. أنا باعترف أنه الأوروبيين مثقافين أكثر مننا. نحن أحسن منهم. بكل شيء. بكل شيء. بالثقافة عندهم نظام. نحن ما عنا نظام. هذا سهل خلبي. ليش بس بالثقافة ما عنا نظام. نحن بكل شيء ما عنا نظام. بكل شيء ما عنا نظام. بس نظام بلحظة ممكن يتغير. ما تتذكري وقت اللي حطوا رادارات بالطريق بيضاف نص عضبة الشعب. فهيدا سهل. بس حياة اجتماعي كيف بدون يبنوهن. بدون خمسمائة سنة. نحن عنا إياه مثلا. أنا عم نتطلع بالوجه الإيجابي للبنان. وترك الأشياء للسياسيين اسمه السياسي يعني أنا مش مظبوط يجي تدخل بهال المور. ما عم بقول ما بانطقت. بانطقت بعطي رأيي. بس كل واحد يعمل شغله بلبنان هيك فينا لبني وطن. يعني كلمة واحدة إذا بدي يغير وطني أول شي لازم نغير حالي مش هيك؟ صحيح. رح نسمع من التراث العراقي بصوت كرال الفيحاء يم العباية. يَمِّ الْعَبَيَةِ يَمِّ الْعَبَيَةِ يَمِّ الْعَبَيَةِ يَمِّ الْعَبَيَةِ يا عبا يا حلوة عبديش يا سم يا هو يا زينا صفاتش يا سم يا هو يا زينا صفاتش زينا صفاتش هلو مثالا كريم الفلاح هلو مثالا كريم الفلاح والقلب سيدا شم من عمزاتش والقلب سيدا شم من عمزاتش شم من عمزاتش يا حياة الروح الجالب مشروح يا حياة الروح الجالب مشروح والجسم مطروح يا حياة الروح يا حياة الروح يا حياة الروح يا حياة الروح منذكر انه كل منشيدي كورال الفيحاء هنه اشخاص متطوعين لا يتقاضون مع شات هنه فقط بيحمسهم الفن حب الفن موهبتهم هي اللي وصلتهم الى هذا المكان وايضا المثابرة بالعمل تحت ادارة الماسترو مارغاف تسلا كيان ضيفة بحلقة عغير موجة الدعم الى جانب الدعم المادة من بعض السياسيين كما سبق وذكرنا الدعم اليومي كيف بيصير بتعيشوا من انتاجكم الخاص الا ان احنا عنا بصراحة الداعمين الاساسيسين دولة رئيس نجيم مياتي ومحمد صفدي وبيدعمونا غير الناس كمان سياسيين وشعب ترابلوس يعني بس ندايا بسرعة مشرد من نزل على الويب ساعد طبعنا او على الفيسبوك بحاجة لمصاري بيكب علينا مصاري بسرعة بيكب علينا مصاري كب ما منفكر نحنا كيف منجيب مصاري بس رغم هيك عنا صعوبات انا بعترف صعب كتير استمر بها الطريقة بس ما انه مستحيل في الالبومات الثلاثة الخاصة فيكم منلاحظ انه 90 بالمئة من الاعمال هي اعادات لتراس معين امتى رح يكون في اعمال خاصة فيكم انتو في عنا اعمال خاصة انا مقليلة نحنا مش شغلتنا نلحن نحنا شغلتنا نعمل اداء نحنا عنا قسم جبران مثلا ملحنة من قبل دكتور ادوار توريجيان وموزع من قبل دكتور ادوار توريجيان عنا كتير اغاني معمول خاص لقلنا هو الملاحن بيحب يعمل نحنا ما عنا مشكلة يعني منغني نحنا شغلتنا أداء ماذا عن الأعمال المقبلة؟ نحنا بصراحة فيه إشي كتير مهمة هلأ عم بيحصل المفروض شعب اللبناني يعرفوا به الشي بعد شهر بأستراليا بريسبن حينعقد الاجتماع السنوي لنقول كل سنتين مرة بيجتمعوا عضاء الـ IMC International Music Council اللي هي الأعلى مرجع موسيقي بالعالم نحنا بيدعونا على طول بهالاجتمع نحنا منا أعضاء بهالمؤسسة بس نحنا موجودين على طول وقبل سنتين كان الهيئة إدارية عم تجتمع بيترابلوس هذا كان شي تاريخي في بعض الدول ما خلو يجو مثلا أو أستراليا ممثلين ما خلو يجو بس ان يجو الأغلبية يجو اجتمعوا بلبنان خاصة بيترابلوس حتى نفرجيهم ما فيش بيترابلوس كل سنتين مرة بيعطوا جائزة لشخص أو الشخصين أو فريق فريقين بيسموها Musical Rights Award ومش ميما كان بيقدر يترشح لهالجائزة مفروض يكون عضو بهالمؤسسة حتى يقدر يرشح والعضاء هنه حكومات مثلا في مجلس الوطني للموسيقى اللي دكتور وليد غلمية لغاها مفروض يكون كان عضو بهالجامعية الكونسرفاتوار بيوضع خاص هنه عضو بس ما عندهم علاقة هلا بلشت العلاقة مع الامسي مثلا International Federation for Choral Music هو عضو مثلا European Music Council هنه عضاء National Music Councils بكلمة واحدة نحن كورال الفيحاق مرشحين لهالجائزة من إبال European Coral Association المرشحين الوحيدين بالأوروبا لهالجائزة فيكي تتخيالي مرة قديش مهمة هايشي ما بهمني بقى أنا ايخد الجائزة أنا بهمني انه نحن مرشحين من إبال European Coral Association اللي هي اعظم مؤسسة كورالية بالعالم اكتر مش اكبر بالمعنى انه في اعلام انه International Federation for Choral Music بس هنه اقوى شي هنه اللي مرشحيننا لانه كل المتطلبات اللي مفروض يكون بكورالة او مؤسسة كمؤسسة نحن موجودين عنا وهن بصراحة مغرومين فينا حتى استثنائيا بطلب خاص منهن نحن مش موجودين بأوروبا بأوروبا كورالة فيها هنه عاضوا بأوروبا كنتات تبنوكن يعني صرتوا عم بتمثلوا مش بس دول الشرق الأوسط والدول العربية صرتوا عم بتمثلوا بمكان معين أوروبا اكيد اكيد نحنا بنحاول نربط لأوروبا والموسيقيا وبلاد العربية نقدر نعمل تعاون موسيقي بيننا وبانهم بكل المجرات بكل المجرات وهيدا نحنا بحاجة لقلا نحنا بنتمنى لكم تنايلوا الجايزة الأولى ببيرسبين باستراليا بس الالبوم الراضع امتا؟ نحن عنا هلا اتنين ألبومين جاهزين بسراحة ما عنا وقت نسجل لأنه رايحين قريباً على السعودية بعدين رايحين على الشرقة مع الوزارة الثقافة اللبنانية رايحين بعدين على أبوضبي رايحين على سعودية مرة تاني رايحين على هنغاريا رايحين على اسلوفانيا رايحين على إيطاليا رايحين على سربيا بيتركوا الشباب والسبايا أشغالهم صعب كتير لتسألي وعنا خاصة هاي التور كتير مهم من 5 إلى 16 حزيران عنا تور بأوروبا بد منبلش من ألمانيا بنخلص ببلجيكا كل يوم عنا حفلة بالدولة عم بيكون فيه تعاون يعني بالشرك والمؤسسات اللي بيشتغلوا فيها الشباب والسبايا طي روحوا يتركوا أشخالهم بصراحة نحن نبعث الرسائل للجامعات لمدارة جامعات والمؤسسات بصراحة كتير عم يساعدونا كتير عم يساعدونا لو ما بيساعدونا نحن ما فينا نقدر نعمل هشي عم يعطوا إيميل هشي هذا يعتبر ضغم كمان نحن منتمني لكم الأفضل لأنكم مثل ما ذكرت بالتقرير بالبداية عم تعطونا الوجه الجميل لترابلوس الوجه يلي نحن بحاجة لقلو كمان عم تنقلو الوجه الجميل للبناني للعالم بدي أختم الحلقة بأغنية من السيدة الأخيرة لألكون هي من التراث الأرماني رح نستمع لألة بدي أشكرك مايسترو بارغاف تسلا كيان شكرا لكم لوجه تحية لكل منشد ومنشدة بكورال الفيحاء حلقة جديدة من عغير موجة بتلاقيكن الأسبوع المقبل بدي أشكر المخرج مارون الخوري كانت معكن كريستين حبيب موسيقى 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 موسيقى